السلام عليكم الحوثيون حركة ظهرت في اليمن تتبنى العقيدة الزيدية الجارودية ينكرون وجه الله سبحانه وتعالى ويده ومكانه ويقولون بخلق القرآن وأن المؤمنين لا يرون ربهم يوم القيامة ينكرون الشفاعة لأهل المعاصي ويقولون بخلود العصاة من المسلمين في جهنم يعظمون الخمينية ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكلوا عصابات مسلحة سيطروا على أجزاء من اليمن وفرضوا الإتاوات على الناس ومنعوهم من صلاة التراويق ونشروا بينهم العقائد الباطلة وهدموا مساجد وحرقوا مصاحف كما سيأتي هذا كان الموجز وسنأتي إلى التفاصيل بإذن الله تعالى بالوثائق الحركة الحوثية في اليمن وتسمي نفسها حركة الشباب المؤمن هذا الاسم القديم ثم غيرته إلى اسم حركة أنصار الله وهو الاسم المعتمد إلى يومنا هذا لكنها تسمى ومعروفة باسم الحوثية نسبة إلى مؤسسها بدر الدين الحوثي المؤسس هو بدر الدين ابن أمير الدين ابن حسين الحوثي هو مرجع ديني من مراجع الطائفة الزيدية الجارودية من الشيعة في اليمن وهو والد عبد الملك الحوثي الزعيم الحالي للجماعة كان عضوا في مجلس النواب اليمني ثم أسس لهذه الجماعة وانفصل عن مجلس النواب بداية لابد أن نعرف أن اليمن كانت تنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية وكانت الشمالية مملكة تسمى بالمملكة المتوكلية اليمنية وهي مملكة قامت بعد أن حارب يحيى ابن حميد الدين الدولة العثمانية ليؤسس مملكته التي أنشاها عام 1918 للهجرة ثم سقطت هذه المملكة عام 1962 فلم تستمر هذه المملكة إلا 44 عاما وكان هذا الملك يدين بدين الزيدية الشيعة بعد ذلك قامت على أنقاض هذه المملكة ما تسمى بالجمهورية العربية اليمنية ثم توحدت هذه الجمهورية في عام 1990 مع جنوب اليمن الذي كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فصارت اليمن واحدة بعد سقوط المملكة المتوكلية بدأ انتشار أهل السنة في شمال اليمن بشكل كبير وهذا الذي دفع بدر الدين الحوثي وصلاة أحمد فتيلة ومجد الدين المؤيد إلى إنشاء ما يسمى باتحاد الشباب هذا الاتحاد قالوا هو بغرض تدريس المذهب الزيدي لشباب اليمن هناك ونشر هذا المذهب وإعادة إحيائه في مواجهة السلفية التي بدأت تنتشر في اليمن لكن هذا الاتحاد تحول بعد ذلك إلى حزب يمارس النشاط السياسي وذلك التحول كان بعد توحيد اليمن بعد ذلك في عام 1991 أسس بدر الدين الحوثي مع أبنائه ورفاقه ما يسمى بمنتدى الشباب المؤمن وذلك كان في مدينة صعدة في اليمن التي ستكون بعد ذلك هي المقر الأساسي للحوثية كان الهدف المعلن لهذا المنتدى هو إعادة إحياء المذهب الزيدي وعدم تهميش الساد الهاشميين نسل بني هاشم بعد أن قالوا إنهم همشوا وإن ما عاد لهم حقوق وما شابه ذلك لقى هذا المنتدى إقبالاً واسعاً من الزيدية وبدأ هذا المنتدى ينتشر وتصبح له مراكز في مدن إيمانية أخرى في عام 1993 صار حسين بدر الدين الحوثي نائباً بالبرلمان حسين ابن بدر الدين وفي عام 1996 أو 1997 تحول هذا المنتدى إلى حركة ذات طابع سياسي سمي بحركة أنصار الله كما تكلمنا عن هذا الاسم قبل قليل وهذه الحركة اتخذت منحى في العقيدة يميل إلى طريقة الروافض مع أنهم يقولون عن أنفسهم زيدية وعندما سيأتي الكلام بعد قليل بإذن الله عن عقيدتهم ستجد موافقة كبيرة للروافض ويكفيك أنهم يرون الخميني قائداً عظيماً ويحتفلون به بعد هجمات القاعدة على برجي التجارة في أمريكا عام 2001 اتخذ الحوثيون شعاراً لهم وصاروا يرددونه بعد الصلوات هذا الشعار يقولون فيه الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، المصر للإسلام وهذا الشعار بعد ذلك صار مكتوباً على مستطيل أبيض وصار هو شعار هذه الجماعة بعد ذلك لكن كانوا يرددونه صوتياً بعد الصلوات بدر الدين الحوثي صار شيئاً فشيئاً يظهر معارضته لعلي عبدالله صالح الرئيس اليمني في ذلك الوقت ودخل يوماً من الأيام علي عبدالله صالح إلى مسجد في مدينة صعدة فصاروا يصرخون في وجهه بشعارهم ذلك الموت لأمريكا مشيرين إلى أنه عميل لأمريكا فاعتقل علي عبدالله صالح ستمائة شخص من الحوثيين هناك وهذا ما جعله هناك توتر شديد مع المعارضة التي بدأ يظهرها بدر الدين الحوثي شيئاً فشيئاً ويمرر رسائل غير صريحة ضد علي عبدالله صالح لا الآن صارت المواجهة قوية والتوتر بين جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح شديدة خاصة بعدما اعتقل هذا العدد منهم وفي 2004 دلعت أول مواجهة عسكرية أو مواجهة مسلحة بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية وهذا ما يسمى بنزاع صعبة سببه غير المباشر أو السبب البعيد هذه توترات لكن له سبب معين جديد وهو أن الحكومة اتهمت هذه الجماعة بأنها تريد السيطرة على البلاد وهذه الجماعة فعلاً صار لها ثقل وصار لها توجهات سياسية وصار عندها سلاح وعلى فكرة اليمن تجد الشعب تقريباً كله مسلح فأي تشكيلة راح تكون راح تمتلك سلاح وبسهولة تشكل الجيش بمجرد أن تقنع الناس بفكرة من الأفكار فالحكومة قالت هذه الجماعة تريد أن تسيطر على البلاد وأن تعيد حكم أئمة الزيدية ولهذا نحن نكلمناكم عن تاريخ اليمن يعني بنبذة هكذا والدولة المتوكلية فقالوا هم يريدون إعادة الدولة المتوكلية أما الزيدية أو عفواً الحوثية فاتهموا الحكومة بتهميش الزيدية ودعم السلفية بغرض إسقاط المذهب الزيدي وفعلاً السلفية هناك صار لهم ثقل وصار عندهم مراكز قوية جداً وطلبت علم ومحققين ومشايخ وكذا لكن فعلياً غير مشهورين على الفضائل مثل اليوتيوب ما شبه ذلك لكن طلبة العلم يعرفون وفي مراكز قوية جداً في اليمن للسلفيين وللأسف يعني هم أذهبوا ريحهم باختلافهم بين بعضهم لكن على العموم هذا كان اتهام جماعة الحوثي للحكومة وصارت هذه المواجهة التي انتهت بمقتل حسين بن بدر الدين الحوثي وحسين هذا من الشخصيات المهمة جداً ومن المنظرين الكبار المؤثرين في فكر هذه الجماعة عقيدة وسياسة بعد أن مات أو قتل الذي تولى قيادة الجماعة من بعده والده بدر الدين الحوثي لكن من أعجب ما يمكن أن يخطر بذلك أن جماعة تتبنى فكراً عقدياً معينة تريد أن تنفي التهمة عن نفسها تهمة أنهم يريدون إحياء يعني الدولة الزيدية وكذا بأنهم صاروا يدعون للعلمانية الصريحة كما يقول أحمد عبد الرحمن شرف الدين الممثل عن جماعة الحوثي في مؤتمر الحوار الوطني اليمني فيما تسمعون نريد أن نبني دولة مدنية دولة مدنية يعني يغيب عنها الخطاب الدين يعني الدولة لا تتبنى الخطاب الدين الدولة لا ترفع الخطاب الديني في مواجهة الشعب الدين يكون للشعب والدولة ليس الهدي لأن الدولة عبارة عن شخص معين السلام على شهيدنا العزيز الدكتور أحمد شرف الدين هذا الذي نحن نناظر من أجله في فريق بناء الدولة أن نجعل النصوص توجه الدين للشعب زي ما هو موجود في العالم كله ونبعد الدولة من الخطاب الديني فلا تكون الدولة فلا يكون الإسلام دين الدولة ولا تكون شريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات بما فيها الدستور ولكن هذه الحرب التي جرت ثم توقفت تكررت ستة مرات آخرها في عام 2009 وفي هذه السنة سيطر الحوثيون على جبل الدخان في السعودية ليس في اليمن منطقة في جنوب جازان في السعودية فشنت السعودية غارات عليهم ومن هنا بدأ النزاع بين جماعة الحوثي والدولة السعودية والدولة السعودية صارت تتبنى موقف محاربة هذه الجماعة لأنها وجدت أن هذه الجماعة تشكل خطرا متعلق بهذه البلاد وخطرها فعليا ليس فقط متعلق بأنهم احتلوا جبل خطرها خطر ديني خطر عقدي وهم أساسا يرون السعودية وهابية والوهابية كفار الله المستعلم مهم مع موجة الثورات التي وصلت إلى اليمن برزت جماعة الحوثي بجيشها وعتادها رغبة بالسيطرة على اليمن وطبعا إيران دائما تدعم أي توجه شيعي يريد السيطرة على عاصمة عربية أو يريد حتى لو كان يريد إقلاق الأمن في بلد من البلاد في 2014 استطاعت جماعة الحوثي أن تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء كما سيطروا على مباني الإعلام والوزارات والمراكز المهمة في البلاد في 2015 بدأت السعودية في حملة عسكرية في اليمن ضد جماعة الحوثي وشاركت معها عشر دول عربية ولكن المتصدر لهذا المشهد هو السعودية ولكن دائما عندما يكون هناك قصف جوي فإن هناك ضحايا من المدنيين كثر سيذهبون استئصال عصابة من العصابات أو جماعة من الجماعات لابد أن يكون بعمليات برية حقيقة لكي يكون جيش مواجهة جيش عساكر أو مقاتلين بمواجهة مقاتلين على العموم شكلوا تحالفا وبدأوا بعملية الحزم التي كان من غرضها أن تسقط الحوثيين على فقرها هي مستمرة حتى اليوم في ظني والحوثيون لا يزالون موجودين لكن أعلن التحالف ضد الحوثيين أعلن أكثر من مرة عن إفشال صواريخ حوثية كانت متجهة نحو مكة وهذا لا مصوغ له في شرع الله سبحانه وتعالى حتى لو كانوا يعادون للدولة السعودية أو يرون الدولة السعودية عدوة وما شبه ذلك مكة هي حرم الله سبحانه وتعالى في أرضه فلا يوجد مبر لأي أحد ينتمي إلى الإسلام أن يهاجم مكة على العموم سنعود إلى ما فعله الحوثيون في اليمن نفسها بعد أن نتكلم عن عقيدتهم بإذن الله تعالى الناحية العقدية في سلسلتنا تاريخ الطوائث من أهم النواحي لسنا ليس غرضنا سياسي وليس غرضنا تاريخي وإنما غرضنا بشكل أساس هو العقيدة الحوثيون يقولون إنهم على المذهب الزيدي وهو أقل مذاهب الشيعة بدعة انتبه إلى أني لم أقل العبارة السيئة التي تقول أقرب مذاهب الشيعة للسنة إنما أقول أقل مذاهب الشيعة بدعة إلا أن واقع جماعة الحوثي مختلف هل هم فعلا زيدية؟ هم في الواقع متلبسين بآراء من آراء الرافضة في عدد من الشؤون وسأتيك إلى التفصيل بداية الزيدية ينتسبون إلى زيد بن علي زيد بن العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن علي وآلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتساب الزيدية بقى ينتسبون إلى زيد هذا لكن هم في الواقع لا يوافقونه في كل شيء ليسوا متبعين لزيد اتباعا حقيقيا وزيد هو أخو محمد الباقر وفي زمانه قال له بعض الشيعة سنبايعك ونخرج على الأمير فاستجاب لهم وكان ذلك في عام مئة واثنين وعشرين فاقتتل مع عساكر العراق فقتلوه وعلقوا جثته أربع سنين وكان سبب تسمية الرافضة باسم الرافضة أنهم جاءوا إلى زيد وقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر ونحن نتولاك فقال بل أتولاهما فرفضوه ولهذا سموا بالرافضة أما الذين بقوا معه وقاتلوا معه وكذا هم الذين سموا بالزيدية نسبة له وفي الواقع زيد تكلم فيه هناك من من المؤرخين كالذهب ذكر سيرته ما تكلم فيه بسوء وهناك من تكلم فيه ونسبه إلى مذهب المعتزل كالشهر الثاني الأشعري قال إن زيدا تلقى عقيدته من واصل بن عطاء وواصل بن عطاء معروف أنه معتزل وزعموا أن زيدا تلقى عقيدته منه وقال كذلك إن مناظرات جرت بينه وبين أخيه الباقر فالله سبحانه وتعالى أعلم بصحة ذلك لكن في الواقع الزيدية على مذهب الاعتزال فهل كان زيدا متلبس بذلك أم لا هذا الله أعلم به يحتاج إلى تحقيق أكثر من مجرد نقل يعني قد يكون محل اختلاف طبعا أخوه أخو زيد اللي هو الباقر كان سني بلا شك على العموم كما قلنا عن الزيدية فهم على عقيدة المعتزلة تماما هم ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى كما جاء في الوثيقة الموثقة والموقعة من عبد الملك الحوثي القائد الحالي لهذه الجماعة كذلك فإنهم ينكرون الشفاعة الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للموحدين يوم القيامة وكذلك ينكرون عذاب القبر هذا كله من قول المعتزلة كما ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ويقولون صراحة بخلق القرآن قد بينا سابقا أن هذه العقاد كفرية مثل القول بخلق القرآن هذا أجمع أهل السنة على أن قائله كافر وهذا وضحناه في أكثر من مكان وأكثر من شرح فلم أحتاج إلى أن ننقل فيه الآن ومن أراد فليرجع إلى حلقة الإباضية لأنني نقلت فيها النقولات ونقلت النقولات عن أهل السنة والجماعة في تكثير من قال بأن الله ليس فوق عرشه وتكثير من قال بأن المؤمنين لا يروا أن الله سبحانه وتعالى في الآخر هذه العقادة تتبنىها تتبنىها هذه الجماعة تبعا للمعتزلة ولهذا أنا قبل قليل ألمحت لكم كثورة على الألسنة قول هم أقربوا فرق الشيعة إلى السنة هذا قول خاطئ هذا قول موهم يوهم بأن هؤلاء فيهم قرب من أهل السنة لا هم يعني كما تقول يمكن الشمس أقرب النجوم إلى الأرض في مسافة أفاوز في مسافة ولهذا لا يقال أقرب الفرق إلى أهل السنة حتى مثلا عندما يأتون إلى الأشعرية يقولون هم أقربوا فرق المبتدعة والمتكلمين إلى أهل السنة قل هم أقلوا مثلا فرق المبتدعة شرا إن أردت أن تقول مثلا لكن هذه العبارة قد تفهم فهما خاطئا قد تفهم أنهم قريبين يعني لصيقين بأهل السنة قل هم أقربوا فرق الشيعة غلوا وبعدا عن السنة أقلهم بعدا عن السنة نعم ممكن هكذا فهم حتى إذا نظرت إلى مقارنة عقيدتهم مع قيدة الرافضة لن تجد فرقا كبيرا يعني قد تجد فرق في عصمة الاثني عشر إمام عندهم هذا فرق نعم خلاف بين قدماء الزيدية وبين الشيعة حول تكفير الصحابة قدماء الزيدية لم يكنوا يكفرونهم لكن الزيدية الموجودين الآن الجارودية يكفرون وسيأتي معنا ذلك ولهذا هذه المقولة خطأ ولهذا يقول الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال ايتني بزيديا صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا وأتني برافضيا صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا كما نقل عنه ابن عديف الكامل في ضعفاء الرجال طبعا ما معنى جارودية ذكرته أكثر من مرة الزيدية ست فرق الزيدية أنفسهم ينقسمون إلى ست فرق وزيدية اليمن هم الزيدية الجارودية كما قال النشوان بن سعيد الحمياري المتوفى عن 573 قال ليس باليمني من فرق الزيدية غير الجارودية وهم بصنعاء وصعدة وما يليها في شرح رسالة الحور العين صفحة 156 وهذا قاله غير واحد من الذين أرخوا لهذه المسألة والزيدية من معتقداتهم أن الإمامة يعني ليكون ولي أمر إمام المسلمين هذه الإمامة تنحصر في نسل فاطمة رضي الله عنها خلافا للمسلمين المسلمون يقولون كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش ليس حصرا في نسل فاطمة رضي الله عنها كذلك فإن الزيدية يرون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من أبي بكر الصديق وأفضل من عمر بن الخطاب وأفضل من عثمان بن عفان هذا خلافا للمسلمين الذين اتفقوا على أن الصديق هو أفضل الأمة بعد نبيها ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه ولكن الزيدية يقرون بخلافة أبي بكر الصديق زيدية للأوائل وليس الفوثيين أما هؤلاء الفوثيون الجارودية فقد خالفوا الزيدية في هذا سيأتي معنى طعنهم بأبي بكر الصديق بل تكثيرهم له يقول أبو الحسن الأشعري الجارودية يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نصه على علي بن أبي طالب بالوصف لا بالتسميع يعني ذكر أوصافه أن هذا هو الخليفة من بعدي يقول فكان هو الإمام من بعده وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم لاقتداء به بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الحسن من بعد علي هو الإمام ثم الحسين هو الإمام من بعد الحسن هذا نقله في مقالات الإسلاميين وسنأتي بنقل من كتبهم بما يوافق هذا الكلام أنهم فعلا يكثرون الصحابة رضي الله عنهم لأنهم ما جعلوا علي هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالتالي فزيدية اليمن الحاليين الجارودية مكثرة للصحابة وهذا حسين بن بدر الدين الحوثي يقول إن عمر رضي الله عنه هو الفاروق لأنه جعل الأمة تفارق القرآن وتفارق عزها ومجدها اسمع معنا سنين ضويلة من أيام عمر من أيام الفاروق الفاروق الذي جعل هذه الأمة تفارق علي وتفارق القرآن وتفارق عزها ومجدها من يوم أن ول معاوية على الشام وهو يعلم من هو معاوية إذن كل بنية أنصيبت بها هذه الأمة كل الحفاظ وصلت إليه هذه الأمة كل ثالثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء المسؤول عنها بالأول يهو عمر جبل أبي بكر النفس ويقول حسين هذا في دروس من هدي القرآن هكذا اسمها من يرفض إمامة علي يكفر وحسين الحوثي هذا يقول في ملزمة سورة المائدة الدرس الثاني صفحة 14 قال لكن إذا لم يكن إمامك إلا أبا بكر فلا يعطيك القرآن بكله شيئا ما تستفيد من القرآن بل تخرج منه وأنت ضال تجعل القرآن حربا لله سبحانه وتعالى وأنت تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو مصدر كل فاحشة وكل ظلم بقضائه وقدره نعم شوف هذا كله إذا كنت توالي أبا بكر رضي الله عنه اسمع معي الآن إلى هذا الخطيب الحوثي ماذا يقول علي المكياس إن اقتربت منه اقتربت من الإيمان لذلك لماذا عليه علي المكياس إن ابتعدت عنه اقتربت من النفاك قالوا له معاوية مؤمن عمر بن العاص مؤمن أبو هريرة مؤمن إن كان هؤلاء لدين محمد فأنا أبرأ إلى الله من هذا الدين أقولها فتوى نرجع الآن إلى حسين الحوثي كيف يطعنوا بالصحابة يقول كانوا يتضاربون ناس يقرؤون كذا وناس يقرؤون كذا ثم أحرقوه ويتكلم عن القرآن ثم أحرقوه وبقيت نسخة واحدة جمعها عثمان عظمى من هنا لوح من هنا يعني يستخف ويستسخف هذه المسألة يستسخف جمع القرآن ويتكلموا يتضاربون فيه حربا للصحابة لسه سيأتي كلام أكبر ثم يقول لولا أنه محفوظ من عند الله لطلع فيه سور أخرى واحدة لمعاوية واحدة لعائشة واحدة لأبي بكر واحدة لعمر للعلم حسين الحوثي هذا ليس إنسانا عاديا يعني ما أتكلم عن مجرد منظر لا هو عندهم ملهم من الله سبحانه وتعالى عندما تقرأ ملازم سيدي حسين ترى أنها ليست يعني من ذات عقله وإنما من نور الله من نور الله استضاء بنور الله يعني فبلغ فبلغ ما أمره الله به وما ألهمه الله أن يتكلم به إمامهم بقى بدر الحوثي يقول في التيسير في التفسير الجزء الأول صفحة 101 ينفي تبرئة الله سبحانه وتعالى عائشة رضي الله عنها ينفي أن الله برأ عائشة وقال لم يسمي القرآن من قيل فيه يعني الله لما برأ ما سمى ما قال عائشة هي البريئة ما ذكر اسمها طيب ما هي نزلت في وقت اتهامها لا ماذا يقول لك ما ذكر اسمها يريد أن ينفي أنها مبرأة من عند الله يقول لم يسمي القرآن من قيل فيه ولكن لفنا معرفته فلا حاجة إلى اعتماد رواية الزهري وأتباعه في قوله أنها عائشة ثم قال وقد يحتمل أن لبني أمية غرض في جعلها عائشة يعني بن أمية كان عندهم غرض كان عندهم غاية معينة أن يجعلوا المبرأة هي عائشة فجعلوا الرواة اللي هم علماء أهل الإسلام كلفوهم بأن يكذبوا ويقولوا وعائشة هي التي برعت كثير منا يسمع بكلمة الهادوية ما معنى هادوية لماذا تجدون في الكتب أن الزيدية ينسبون إلى هذا الاسم زيدية اليمن سميت بالهادوية نسبة إلى إمامهم يحيى بن الحسين ابن القاسم الرسي المتوفى عام 284 كان يلقب بالهادي ثم نسبوا له فسموا بالهادوية وهو الذي أرسى لهم فقههم وعقيدتهم وهذا إنسان حقيقة أفسد عليهم دينهم فهو كان معتزليا نشر فيهم الاعتزال فإن كان زيد بريء من الاعتزال فهذا الذي نشره وإن كان زيد ليس بريء من الاعتزال فهذا أيد ورسخ قواعد الاعتزال فيهم لكن لم يكن الموضوع فقط في الاعتزال وصيبته ليست فقط في الاعتزال إلا أنه حتى في الفقه كان على فساد وكان يأخذ دينه من أحاديث ضعيفة وأحاديث تالفة وكذا يقولون هذه عندنا في ساند أهل البيت حتى عندهم طريقة في تصحيح الأحاديث يقول لك نحن نعرض الأحاديث على القرآن مثل طريقة عدنان إبراهيم وشحرور كيالب وشبه نالك يعرضونه على القرآن طبعا القرآن هم براسه هو فهم للقرآن هو الذي يعرض عليه الحديث ولم يكن يرى الصحيحين شيئا البخاري ومسلم وقال ولهم يعني لأهل السنة كتابان يسمونهما بالصحيحين صحيح البخاري وصحيح المسلم ولعمري يقول إنهما عن الصحة لخاليا أرجع إلى كتاب آئمة العلم لإسماعيل الأكوع صفحة 238 زيادة على ذلك شيخهم أحمد بن سعد المسوري في رسالة له اسمها المنقذة من الغواية قال إن كل ما في الأمهات الست كتب الحديث الست اللي عندنا أهل السنة إن كل ما في الأمهات الست لا يحتج به وإنه كذب وهذا راجع فيه بهجة الزمن في أخبار اليمن ولكن مع ضلال الهادوية فإن جماعة الحوثي زادت ضلالات على ضلالات الهادوية ووافقت الرافضة في مسائل كالمتعة لا تقول بها الهادوية وقالت بها الروافض هم وافق الروافض وانظر إلى هذه الصورة الممهورة بختم الحوثي بنفسه بدر الحوثي يقول فيها إن المتعة حلال كذلك فإنهم يؤمنون بالرجعة والرجعة كما يقول الحوثي أما القول بالرجعة فمعناه القول بأن علي عليه السلام يرجع إلى الدنيا طبعا كما أن المسيح عليه الصلاة والسلام مثلا رفعه الله ثم يعود عليه كذلك وهذه عقيدة فاسدة وقد تكلمنا عنها وذكرنا أقوال العلم فيها في شروحاتنا لكتب السلف رضي الله عنهم ثم سننتقل بإذن الله تعالى إلى جرائم وضلالات هذه الجماعة الجماعة هذه لما سيطرت على عدد من المناطق بدأوا بنشر الفساد فيها ونشروا التشيع ونشروا الرايات يا حسين والأطميات يا حسين والأطميات المترجم للقناة ولما سيطروا على بعض المناطق فرضوا على أهلها أن يطعموا مقاتلين أنت الحوثي سيطل على منطقتك كل ثلاث عيال تتشارك تقاسموا تطبخوا لمقاتلين كما في البند الرابع من الوثيقة كما اشترطوا عليهم أن يعطوا الخمس من أموالهم للحوثيين كما في البند الثاني عشر عندك مال تشيل خمس هذا المال يعني عشرين بالمئة من هذا المال تعطي للحوثيين عندك راتب عشرين بالمئة من راتب تعطي للحوثيين كما اشترطوا عليهم نصا قالوا يمنع اعتراض المجاهدين عن أي شيء يقومون به وليس به ضر طالما أنه ما ضرك ما تعترض عليه مهما كان كما في البند السابع من هذه الوثيقة وكذلك قالوا في حال اشتباه بشخص ما يتم اقتحام بيته وتفتيشه وهدمه إن لزم كما في البند العاشر للاشتباه يهدمون البيت فوق رأسي صاحبي وليس من حقك أن تعترض وهذه الجماعة على فكرة مثل ومثل سائر الخوانة للإسلام تساند بشار الأسد وتساند جيش بشار الأسد سوريا المقاومة سوريا العروبة دمشق قلب الأمة النابض ورسالة إلى الجيش العربي السوري إلى أبناء سوريا بأن أبناء اليمن حاضرون معهم في الميادين وكل هذه الحشود معلنة اليوم وقوفها الحار والثابت مع الجيش العربي السوري وقد اطلعت على مواد لهذه الجماعة وتعجبت من جرائمه وتعجبت كذلك من جرأتهم على الكذب انظر مثلا ما يقوله حسين بن بدر الحوثي يقول الوهابية يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوي جاء برسالة وراح نشوف كيف يغرون الناس ويخدعون الناس ويكذبون عليهم بكل هذه الجرأة طيب أنتم تتهمون أهل السنة بهذا الاتهام ولا تنظرون إلى أنفسكم اسمع إلى كلام القياد الحوثي يحيى أبو عواضة وهو خطيب جامع الهادي في المناطق التي يسيطرون عليها يقول إن القرآن لما كان بغياد غير أهل البيت صار مبتذلا والعياذ بالله اسمع هذا بصوته وصورته مشكلة التي وقعت فيها الأمة أنه قدم القرآن كتابا مبتذلا كتابا مبتذلا لم يعد له ارتباط بقرنائه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وبالتالي طلع القرآن عما ليس فقط كتاب ناقص وإنما طلع عما نجد الظالمين يستفيدوا من القرآن في ظلمهم للناس نجد المجرمين يستفيدوا من القرآن في إجرامهم نجد المفسدين يستفيدوا من القرآن في فسادهم بل وصلت المسألة إلى أن يقدم الله من خلال كتابه أسوأ من الشيطان وهم أنفسهم كانوا يقتحمون مساجد المسلمين ويمنعون المسلمين من صلاة التراويح لا ويعيروا المسلم أنه سمحنا لكم بيمكن الدعاء كما ستسمعون بالفيديو سمحنا لكم تريد كذلك تراويح؟ سمحنا لكم بالقنوط تريد كذلك تراويح؟ اسمع الفيديو اقتحم مسلحون حوثيون جامع الإيمان في حي نقم بصنعاء بينما كان الإمام يهم ببدء صلاة التراويح ويستكثرون على اليمنيين أداء صلاة التراويح بحجة أنهم قد تفضلوا عليهم بأداء ركعة الوتر كما جاء على لسان هذا العنصر الحوثي ياريخ العناقم سلمي دوان تراويح تراويح وهم يقتحمون المسجد ويمنعون المصلين من أداء صلاة التراويح فهم لا حرمت عندهم للمساجد حتى في محاضرات شيوخهم واحد جالس في محاضرة حسين بدر الحوثي وشالس كاروي داخل انظر إن معاني ترجل المضل يضل أمة ومعنى أن تضل أمة بعد أن جاء هجي الله بعد أن جاء نور القرآن بعد أن بعث الله محمد صلى الله وسلم ومن أعجبي من أعجبي ما قرأته عن هذه الجماعة من وسائل الإعلام عديدة أنهم كانوا يحرقون المصاحف طب ليش؟ ليش تحرقوا المصاحف؟ قال لي أنها جاي من السعودية وهذه شهد عليها ناس من أهل يمن فجروا الجوامع كاملا ولزموا المصاحف وحرقوها وقالوا عليها طبعة سعودية وقتل أخي وقتلوا العالم كثيرة مش أخي ذو بس وخربوا مشاهد خربوا مستشفيات خلوا مواطير الكهرباء مسدين في العرب وبإسم الدين هذا المشكلة بإسم الدين بإسم الدين سبوا الصحابة سبوا الخلفاء ما بقوا الله أحد في الأرض قاموا بفتح المنازل وتفجيرها ونهبها وهذا ولا يعني قرصنة هذا قرصنة قرصنة سرق نهب ممتلكات هاتكون حرومات فجرت الجوامع فجرت المقرات المهم يعني الختم هذا أحرقوها منهم من يقول إنها بطبعة عن الخليفة عثمان رضي الله عنه وأن هذا مخالف وأنه قرآن غير صحيح ولا تتوقع أن هذه أعلى مستويات الخبث عندهم مرة كان في طلاب علم سلفيون رايحين يعني مكان ودهم يرجعوا على الطريق مسكتهم جماعة الحوثي قتلتهم بشر طريقة في القتل وشال الجوالات صوروهم ليس هذا العجيب جرائم القتل والقصف وهدم المساجد كثير يبحث عنها في مواقع الإخبار وبحث عنها في مواقع التي وثقت تجد شيء كثير جدا بعد أن قتلوهم وجدوا واحد منهم عنده مصحف كان حامل في جيبه يأتي الحوثي الخبيث ويدوس متعمداً على هذا المصحف ويصور بفيديو هو أصدقاء مصورين هذا بالفيديو انظر إلى الفيديو مع تعليق الشيخ يحيى الحجور تألم كثير من الناس مما صدر من الحوثيين من الاعتداء على بعض طلاب العلم في مدينة فعدة ومما زاد في التألم أنهم قاموا بتصوير جثث من اعتدوا عليهم بالفيديو وأن أحد الحوثيين يدوس تعمداً على مصحف لأحد القتلى منهم يعني هذه لو واحد في أوروبا فعل هذه الفعلة في أوروبا ولا كذا تحت حمايتهم ولا كذا لخرج الجماعة الحوثي تقول كيف يفعلوا تظهر أنفسها على أنها مدافعة عن القرآن الكريم لكن أظر من أفعالهم هل عاقبوا أقاموا عليه الحد هو من نفسه يصورها نعوذ بالله فهذا خلاصة ما نستطيع أن نوجزه في هذه الحلقة عن هذه الجماعة ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية في ديننا هذا والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا قوم اتبعوا المرسلين